مساء الخير دخلت فيينا في استراحة مفاوض وجلس لبنان في صالة الانتظار وعينه على الرياض يراقب مؤشر تخصيب اللقاء الفرنسي السعودي وما أن التقى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان حتى ارتفع منسوب العلاقة اللبنانية السعودية من تحت الصفر إلى ضخ الحرارة في أنابيب العلاقات المتجمدة منذ سنوات وكسر الجليد باتصال هاتفي ثلاثي بين الثنائي الفرنسي والسعودي مع رئيس الحكومة اللبنانية اجتمع ماكرون ببن سلمان وكان لبنان ثالثهما لكن هذه المرة ليس بصفة الشيطان وما إن رن هاتف ميقاتي حتى انتعشت الألياف البصرية وتجمد نجيب في عليائه البلاتينية وخرقت فرحته جدار الصوت السياسي فبدأ اتصالات من بعبد إلى عين التيني ليشرك الرؤساء في الغبطة مصادر مواكبة للإقاء الرياض وصفت ما جرى بالمشجع وبأن مهمة الرئيس الفرنسي كانت ناجحة وتكللت بانتزاع مبادرة تجاه لبنان وأكد ماكرون أنه حصل على تعهد من السعودية بأنه ستعود لتلعب دورا اقتصاديا في لبنان عندما تشرع الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي في تنفيذ الإصلاحات وفي أول تعليق سعودي أبلغ ولي العهد ميقاتي فتح صفحة جديدة مع لبنان أما رئيس الحكومة فوصف الاتصال بالخطوة المهمة لعودة العلاقات التاريخية بالسعودية وقال في تغريدة أود أن أؤكد حرص حكومة على احترام التزاماتها بالإصلاح أما الديوان الملكي السعودي فتحدث عن اتفاق الدول الثلاث ونقل عن ميقاتي تأكيده التزام الحكومة اللبنانية اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز العلاقات بالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون ورفض كل ما من شأنه الإساءة إلى أمنها واستقرارها أعاد مكرون حبل الود المفقود بين الرياض وبيروت محلقا في هذه الرحلة على علو ثمانية مليارات دولار هي محصول الاتفاق العسكري المشترك بين السعودية وأيرباس في مجال الخدمات والصيانة والإصلاح وعلى جناح الإصلاح العسكري أرسل برقية بالبريد العاجل لا بد للحكومة اللبنانية من أن تستأنف العمل من أجل تطبيق الإصلاحات المطلوبة وهي دعوة واضحة وصريحة للدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء كاد فيها مكرون يقول بمن حضر وعليه أصبح ميقات وحده في الميدان وأصبحت الكرة الآن في ملعبه وتواريه على الرغم من حجمه خلف استقالة وزير الأعلام جورج قرداحي فقد أسبابه الشرعية والموجبة ما عاد بإمكان رئيس الحكومة أن يهرب إلى الأمام وفقد رصيده من تدوير الزوايا وبات أمام خيارين أحلهما مر إما دعوة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد بمن حضر وإما الاكتفاء بموقفه من أن الحكومة ماشي بس مجلس الوزراء وائف وإذا ما جنح نحو إبقاء استاتيكو الحكومي على حاله فأنه يعطي بذلك المملكة السعودية ودول الخليج الإشارة أن حكومته هي حكومة حزب الله كما يتهمونه لا يحسد ميقاتي على موقفه فحزب الله وعبر نائبه حسن فضل الله يقول إنه منفتح على كل المعالجات التي تؤدي إلى إعادة ضخ الحياة في جلسات مجلس الوزراء لكن هذا الرأي يحتاج إلى مضخات ومجاري تصريف حكومي والقبول بالعودة إلى الطاولة من دون قيد أو شرط سواء في القبع أو العزل أو أي مسمى آخر لأن ذلك ليس وظيفة الحكومة وما لم يقله حزب الله بالعرب الفصيح تولاه حليفه تيار المردة الذي أكد أن استقالة قرداح لن تعيد مجلس الوزراء إلى الإعقاد والثنائي الشعي مستمر في المقاطعة إلى حين حل أزمة المحقق العدلي طارق البيطار غدا سيتصل مكرون بالرئيس ميشيل عون لا ليتلو على مسامعه مقرارات لقاء الرياض بل ليقول ساعدوا أنفسكم نساعدكم واعقدوا الحكومة وتوكلوا ترجمة نانسي قنقر